موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله نحل تيست وان من كرسة المعاصر للصف الاول الاعدادي التيرم التاني طبعا اول سؤال بيبقى لسنينج استماع باستمع فيه لنص تقريبا من 30 كلمة 25 كلمة بيبقى فيها الاجابات دي فانا لازم اسمع النص كويس عشان اعرف حل الاجابات الموجودة طبعا اول حاجة لازم اقرأ السؤال والاجابات دي لازم اقراها كويس قبل ما اسمع النص وده طبعا اسهل سؤال بيبقى طبعا اربع درجات اربع درجات ان شاء الله بيبقوا مضمونين مية في مية السؤال التاني نشوف الديالوج احمد از ات هوتل احمد موجود في فندق تو بوك اروم بوك هنا معناه يحجز عشان ايه يحجز اروم لا ايه غرفة احمد بقى بيكلم مع الاسستنت اللي هو المساعد بيكلمه بقوله excuse me لو سمحت can you help me ممكن تساعدني طبعا اللي موجود في الفندق اقوله yes of course yes of course نعم بالتأكيد احمد سألو I'd like to book انا عايز احجز book هنا معناه يحجز to book a room please انا عايز احجز غرفة من فضلك الاستستنت قاله do you want هل انت عايز a single غرفة مفردة or double room double room وكه اكتب هنا بقى double room يعني حجرة مزدوجة قاله a single room حجرة مفردة please I am alone I am alone يعني انا بمفردي الاسستنت سألو how long how long كم المدة how long will you stay كم المدة اللي انت هتعودها قاله I am going to stay here انا هعود هنا for لمدة لسه بقى هنعرف لمدة قدي قاله okay sir you have booked the room انا حجزت لك الايه انت كده خلاص حجزت الغرفة now الان how how does it cost طبعا بيسأل هنا على السعر قاله a week here الاسبوع هنا a week here يعني الاسبوع اللي انت هتعوده هنا cost تكلفته 900 باونز 900 جنيه يبقى كان هيقعد اصلا اسبوع يبقى قال هنا I am going to stay here for a week يبقى هنا هكتب هنا a week اسبوع يعني كده هيقعد ايه اسبوع فلما جيه بقى قاله هيسأله على السعر how much يبقى الحاجة اللي هسأل بقى على السعر how much يبقى هنا of course like double week how much هكتبقى بقى reading comprehension بطول Anna is from England يعني an is from England يعني انجلد يعني منين من انجلترا she is now وهي دلوقتي in ايجبت موجودة فين في مصر on holiday يعني اجازة she has spent two days in اسوار يعني هي قد two days يعني ومن اتنين in اسوار she enjoys هي استمتعت seeing the high damn استمتعت برؤية الايه high damn اللي هو السد العالي she thinks the people هي رأيها في الناس people of اسوار اللي موجودين في اسوار are so friendly يعني اخصر wouldn't she still هي ما زالت she still has five more days يعني لسه في الاجازة بتاعتها باقي five more days باقي خمس ايام في الاجازة بتاعتها in her holiday her friend صديقتها رحمة invited her to visit her village يعني هي دعتها لزيارة القرية بتاعتها and is going there tomorrow and هتروح غدا morning في الصباح she has decided هي قررت to spend two days قررت انها تقعد two days يومين اتنين with her friend مع صديقتها and her family واصرتها رحمة will show هتوريها her how Egyptian villagers villagers اللي هل اهل الكرة في مصر live and spend their day يعني هتوريها الاهل الكرة في الكرية بتاعتها المصريين بيقدم يومهم ازاي وعايشين ازاي then ثم she will go to the Alexandria يعني هتروح اسكندرية for a day لمدة يوم يبقى هتروح تقعد مع رحمة يومين وهتقعد في اسكندرية for a day لمدة يوم she intend to visit يعني هي intend يعني نوات انها هتزور ايه the place where is the lighthouse lighthouse is going to stay the rest هتاخد راحة for her holiday الاجازة بتاعتها in cairo فين في kahira she wants to visit the Egyptian museum المتحف المصري also ايضا she would like to visit the pyramids of geese هتروح الpyramids اللي هو الارمات of geese في geese شوف الاسئلة اللي موجودة عالقطعة what's the main idea of the passage ايه الفكرة الرئيسية في الب passage ممكن يقول a visit to egypt زيارة لمصر a visit to egypt يقول زيارة لمصر منك اقول an اللي هي an اللي هي من انجلترا is now in egypt on holiday منك رجيب this she is now in egypt on holiday how long how long is an going to spend in kairu كم المدة التي تقعد في الكاهرة طبعا هي قعدت يومين اثنين في مع صديقت رحمة وقعدت يوم قالت يوم في اسكندرية يبقى باقي يومين يبقى how long is an going to spend in kairu on two days يومين اثنين number three what do you think of رحمة ايه رأيك بالنسبة الرحمة ممكن قول الرحمة is kind رحمة دي طيبة رحمة is kind d تنوي زيارة دي معناها ايه تعني ايه is going to visit is going to visit يعني هتكون بزيارة number six an want to see the space at geese a an d a a a high dam the sd the sd the pyramids the pyramids 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 can't choose the correct answer from a b c or d number one the car can't can't go into this street go into this street it's very it's very it's very it's very it's very it's very can't 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 have a can't can't go into this street i mean mario number two we wind in the mountains رياضة في الجبال رياضة مائية رياضة مائية رياضة مائية رياضة الترحال رياضة مائية أصنع كmente رياضة مائية رياضة مائية أصنع المائية الناس بتنام فين بقى في الماضي يام زمان كانوا بناموا على ايه انزا روف على السطح انزا روف نمبر 5 اي رايت انا بكتب ايه اللي بيحصل ايه اللي بيحصل ايه اللي بيحصل ايه فوتو ايه اللي بيحصل كل يوم فين بقى بكتبها فين فوتو في صورة ولا داياري مذكرات ولا ديري منتجات البان ولا سيرش طبعا ان اه داياري داياري ليه ايه مذكرات نمبر 6 هاس سري سايدز هاس سري سايدز يعني ليه مثلا ثلاث زوايا يبقى مين سكوير سكوير ده مربع ترينجل ترينجل اللي هو المثلث ترينجل سيركل دائرة كيوب اللي هو المكعب طبعا يبقى ترينجل هو لليه ثلاث زوايا يبقى نسيركل على ترينجل نمبر 7 ماي تيتشر وز انجري مدرسي غاضب اه بسبب ايه بسبب ايه ee اي ميد اي ميد اي ميد ألوت اف مستيكس ان ذا كلاسرو اصبتاق ميكا مستيك يعني يرتكب خطأ هنا فقوم بقى في الماضي اه اه الوت اف مستيكس اه اه الوت اف مستيكس اي ات اف يو توتش اف مقدة اكلاعي اهلاو انواع السمك اللي هو ايه بيلسع او يلدغ طبعا هنا دي حاجات بتحصل اه يبقى هنا مضارع present simple والجملة التانية برضو هتبقى present simple طبعا هنا present simple المضارع البسيط مع هي وشي و ات بضيف للفعل اس او اسم مفرد بضيف للفعل اس يبقى if you touch استنج راي ات استنجس يو هتلدغك استنجس قلت مع هي وشي و ات بضيف للفعل اس استنجس number nine there a lot of traditional houses في منازل تقليدية in the past in the past يعني في الماضي كده الجملة موجودة في الماضي houses هنا جمع الماضي was where was مع المفرد where مع الجمع طبعا houses دي منازل دي جمع يبقى قول there where يبقى عمل تسيركل على where كان موجود الوطف تراديشنال houses in the past number ten i can see هنقدر اشوف ايه in the mirror in the mirror اللي هي المرآة يبقى عايز اشوف نفسي i can see myself طبعا i معها myself read and correct the underline words هالا didn't pass her exam هنا طبعا ده question tag اللي هو السؤال المزيل question tag بنعمل ايه بقى هالا didn't هنا دي نفي didn't هحولها في السؤال اللي هو المزيلة question tag لاثبات يبقى بدل didn't هتبقى did اقول did she اقول ايه did she يبقى بدل does هتبقى did يبقى هنا منفية هاجبها هنا في الاثبات هتبقى did بدل does هتبقى did number two you must play with a knife knife يعني سكينة knife انت يجب عليك انك انت تلعب بالسكينة لا طبعا اذا تبقى must هتبقى mustn't هنفيها تبقى you mustn't انت لا يجب عليك play with a knife mustn't ازود لها ايه in apostrophe t in apostrophe t. اه number three what jana going to do on here week end. اه جانا هتعمل ايه في عطلة نهاية الاسبوع? طيب هنا going to he going to going to معاها verb to be ya am ya is ya are. طبعا مع he وشي وقت او اسم مفرد باخد از لو اسم جامع باخد ار طبعا هنا جانا دي مفرد يبقى جيب از اقول what is يبقى بدل does هتبقى از يبقى going to بيجي معاها هي ام ya is ya are طبعا على حساب الفاعل قلت يبقى از مع he وشي وقت او اسم مفرد يبقى هنا هكتب از number four yesterday 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 بالامس كده اعرف ان الجملة هتبقى في الماضي yesterday i اجيب الماضي بتاع draw هتبقى draw a nice picture اه بدل ايه اعمل ايه بدل ايه اعمل ايه وهتبقى كده ايه الفاعل في الماضي write a paragraph of about 80 words on an adventure sport يعني عن رياضة فيها مسلا مغامرة اللي هي ممكن اكتب عن رياضة الترحال اي رياضة فيها مغامرة هنكتب عنها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة